مرسوم الصفقات العمومية 3 مارس 2013 سنرى المادة 20 المادة 20 قال لي أنه لا يجوز إبرام صفقات بين أن على طلب عروض محدود طلب عروض محدود يجعله صاحب المشروع لما هذا المشروع من حساسية وأنه يكون فيه مستقبلات المشروع يعني هذا المشروع لا يمكن أن يكون على طلب عروض مفتوح ولكن يكون على طلب عروض محدود لأنه يمكن أن يكون فيه خاصية التي تتميز بها غير أحد الأشخاص الذين يدعون هذه المشروع فلا يجوز إبرام صفقات بين أن على طلب عروض محدود إلا بالنسبة للأعمال التي يقل أو يساوي بمبلغها 5 مليون درهم يعني خاصة دروري هذه المشروع ولا هذه الصفقات تكون تساوي ولا تقلع على 5 مليون درهم بعدما كان سابقاً لاريميت هي جوشة المليون درهم فقط هذا هو الشانجمو الذي كان في نيفو المادة 20 من مرسوم الصفقات العمومية ترجمة نانسي قنعت